طيب بص بقى يا دكتور يعني احنا طبعا الانتاج عندنا مفيش زيه في الدنيا فاحنا بقى جايبين اغلبية الحاجات اللي المفروض يعني بيتقال عليها ايه اكل السعادة او الحاجات الخاصة بهرمون السعادة خلينا بقى كده حاجة حاجة تعالوا مع بعض كده حاجة حاجة دلوقتي احنا معنا اول حاجة عين الجمل اهو عين الجمل اللي دايما والدتي تقول لي كل عين جمل وبعدين بيقولوا عين الجمل مرسوم زي المخ بالضبط اه فيعني قول لي بقى عين الجمل مفروض ناكم منه قد ايه وده بيدينا ايه اني هرمون اولا انا عايز اقول لك انا جيت القناة اللي قولة كتير قوي اه وسعيد قوي قوي بالتطوير اللي حاصل ده اه شفتك حاجة مشرفة بجد وربنا وفاكوا كلكم بجد يعني الحمد لله يعني فريق كامل متكامل عشان نطلع بالحلقة كده طيب احنا طلبنا من الانتاج طبعا كل الحاجات الحلوة اللي بتدي أومجا سري والحاجات كلها الأكلات اللي حدارك هتتكلم عليها طبعا خلينا نبتدي الأول نتكلم على عين الجمل تمام هو عين الجمل زي ما كل سادر مشاهدات ومشاهدين عارفين هو في مادة الأومجا سري والمادة دي بتخش في تكوين خلايا الزاكرة وبدونها خلايا زاكرة ما تتكونش ده كمان فيه مادة دائمان اسمها الكولين موجودة في القوم الجسري موجودة في المتصمات في عين الجمل بالذات والمادة دي مسؤولة عن نقل وتبادل المعلومات بين خلايا المخ نقل وتبادل المعلومات داخل خلايا المخ يعني ليها علاقة بالزهايمر اللي جاي لنا اليومين دول؟ الله نور عليك نقص المادة دي بالضبط ممكن يودي لضعف شديد في الزاكرة يعني ناكل عين جمل عشان الزاكرة من هنا والشف طيب نسي خدي بالك اه ايوة اخو بالي بقى من ايه؟ خدي بالك اللي هنا الجمل الميت جرام 651 سعر الميت جرام دي يعني كم واحدة كده يعني ناخد مثلا الحبة دول كده حبة كده على قد ايدينا كده اه دولت ميت جرام يعني اه كده ميت جرام دولت يعني احنا بندل حد ضايت بندلو في الغدى مثلا 500 سعر نما حضرتك الحبة اللي تمزكتيهم دولت 650 سعر فاك فيبقى وزولك الضايت لو احنا بنعمل ضايت يعني بص يا جماعة يعني زي ايه؟ نزود شوية اتنين حبة هم كده دول مثلا 100 جرام صح كده؟ لا لا 100 جرام اكبر من كده شوية اكبر مش كده شوية يعني اه على قد ايدينا كده احنا ممكن ناكل ايه؟ ممكن ناكل خمس حبات خمس حبات طب يفضل بقى دكتور يفضل بقى الاسئلة دايما اللي ساعات بلاي دا كترة بيقولوها التخصص او بالليل ولا الصبح؟ ناخد المكسرات في اي وقت في اي وقت ناخد خمس حبات ناخد الفايدة بتاعت المكسرات لان كمان مش على قد الامجاسري والكلين دا غناب الحديد وغناب الزنك وكلنا عارفين اهمية الزنك للمناعة لا نعرف برضو ايه اهمية الزنك بص بقى الزنك دا بيدخل في تكوين 25 انزيم من انزيمات الجسم 25 انزيم 25 انزيم يعني لو الزنك نقص في الجسم على فكرة احنا في الصيف وبنعرق والزنك هو العنصر الوحيد من الاملاح المعدنية بيفقد مع العرق فاحنا لازم نستعود الزنك عن طريق المأكلات لانه بيفقد ونقص الزنك يؤدي الى سقوط الشعر ويعمل هلات تحت العين يؤدي الى شحوب البشرة يؤدي نقصه الى ضعف الزاكرة ضعف اللياقة الاحساس بالارهاق نقص الزنك بيعمل مشاكل كير جدا فمهم جدا ان احنا ناخد مأكلات فيها زنك زي المكسرات ويه تاني طيب فيه بعانة بقى كمان اهو لوز يعني نبينه اكتر لوز وفوزدق وكاجو يعني هل بقى برضو في حاجة يعني انا عارفة ان كان دايما يقول ده كاتر خمس لوزات في اليوم ولا عشرة خمسة حلوة اوه خمسة حلوة اوه لان برضو سعراته عالية اه والفوزدق ده برضو يعني هل برضو ده اوفر سمنة ولا ده برضو مفيد نفس الحكاية الميت جرام الفوزدق ستمية وتلاتاشر سعر فسعراته برضو عالية ناكل خمس حبات فوزدق نستفيد بجمال الفوزدق وطعمه جميل والفوايد التي لا تعدى ولا تحصل الجسم لكن في نفس الوقت نتجنب زيادة الوزن نتجنب زيادة الوزن يعني خمس حبات اللوز بقى يا دكتور اللوز بيقولك اللوز ده عبقاري زي وزي يعني الجمل بس هل برضو اللوز المملح تمام؟ لان فيه ناس بتاكلوا مملح يحبوا مملح احنا جايبين النهاردة مملح ولا اللوز من غير ملح وفيه الاسموكت كمان يعني اه لا هو بس هو بترجع للزوء الانسان نفسه بس هو في الاخر اللوز في الاخر اللوز بس طبعا لو حد عن ضغط ما اخدش المملح وبصفة عامة هو كل ما الحاجة تبقى موجودة في صورتها الطبيعية احسن بكتير يعني اللوز الناي قيمته لغزايا اعلى من المحمس واعلى من المدخن واعلى من المملح اه يعني ولغا نجيب حاجة مملح هنجيب من مصدر محترم عشان يبقى مستخدم ملح صحي ملح صحي لان فيه البعض بيستخدم ملح السياحات زي ما هيك عارفة وده ملح مدر جدا فدايما نختار المكان اللي بنشتري منه طيب انا لما باجا بروح الجيم الترينير بتاعي بيقول لي كلي قبل ما تجيلي مشمشية أراسيا طبعا انا هموت واكل أراسيا بس يعني خليها بعد الهوى فايه الأراسيا دي بيقولوا عليها صندوق الحياة ايه بقى كم من الفيتامينات والحاجات اللي في الأراسيا دكتور قبل ما رأيلي مشمشية ولم هي جانية جدا بالحديد حديد حديد يعني الناس اللي عندها أنيميا واللي هي مجلبين عندها واقع خالص حالنا زي حالناس كتير الأنايميا منتشرة في مراحل عمرية المختلفة اه صغيرين من أول أطفال لغاية كبار خاصة في البنات وستهداش عشان ظروف الشهرية بتاعتهم لابد ياخدوا حاجات فيها حديد فالأراسيا من الحاجات اللي فيها حديد بالإضافة بقى أن الأراسيا غنية بالألياف الناس اللي بتعني من الإمساك ايه ومش تلاقي حل لو خادت وحدتين أراسيا كل يوم الصبح عالريه الامساك معها بيفك تمام الأراسيا غنية بالزنك اللي كنا بنتكلم عنه من شوية تمام الغنية كمان بعنصر اسمه عنصر النحاس النحاس ده اه الانتظام في المأكلات اللي بتحتوى عن النحاس بيأخر الشي بالمبكر اي واحد اللي بيحصل عند البنات والسيدات لحظة بقى هنا يا دكتور كم مرة حد فينا عمره عمل تحليل دم صورة دم واهتم ان النحاس في جسمه قد ايه اعتقد واحد في المليون اه نسبة النحاس عندك في طوله ايه ده انا قلت مس Direction موجود الفول السوداني موجود في اللب اللب الإبيض اه غنية بعنصر النحاس تمام موجود كمان في شربة الخضار اللي احنا ما بنحبهاش اللي احنا ما بنحبهاش إذا شفتني بسطت لك إزاي شربة الخضار غير بس شربة الخضار اللي متجهزة في البيت مش اللي ما جاية منعرفة بتاع السوبر ماركت أيو لأن عملية إعداد شربة الخضار الجاهزة اللي في السوبر ماركت أثناء الإعداد بتفقد عناصر كتير من دمنها بتفقد النحاس وبتفقد الزنك طيب يعني خبر حلو يا ستات ويا رجالة لأن الرجالة دلوقتي برضو بيعملوا عمليات تجميل وبيلعبوا رياضة عشان ما يكبروش فأكبر عنصر ضد العجز الشيب المبكر الشيب المبكر هو إيه عنصر النحاس النحاس ركزوا معنا النحاس هنلاقيه في الأراسيا هنلاقيه في الكاجو والمكسرات في اللب الأبيض في شربة الخضار وفي شربة الخضار